بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعزائي طلب التعليم المدمج مد أساس الإدارة أساسيات الإدارة واحد كود 102 سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد هذه هي المحاضرة الثالثة في المادة المحاضرة الأخيرة بالنسبة لها هنتكلم هاخش الوقت بالواحدة الثالثة إن شاء الله والربعة إنما قبل ما اخش بس بلفط النظر لحاجة قيلت في نهاية المحاضرة اللي فاتت عشان بتثبت شوية ربما تكون أنا قلت إن آخر مدرسة من المدارس الفكر الإداري اللي هي مدرسة علم الإدارة دي مدرسة بتجمع بين بحس العمليات والحاسبات الألي وبتعامل مع المشاكل المعقدة اللي لا تحل حلا وصفيا إنما تحل حلا كميا وعشان نحل أي مشكلة بالطريقة الكمية لازم تكون مسألة أو مشكلة من النوع اللي إحنا بنعملها ما يسمى بالنموذج الرياضي النموذج الرياضي إنه إحنا بنحاول نعمل تمثيل مبسط لمشكلة فعلية أو لنظام فعلي فمثلا قلت لكم مرة اللي فاتت إن إحنا عندنا مثلا معادلة هتاخدوها إن شاء الله في المحاسبة ما كنتش خطوها لسه يعني اسمها معادلة الميزانية بتقول المعادلة دي هي معادلة النموذج ده قد يكون على شكل زي قلت لك معادلة أو معادلات بلص بالإضافة إلى ممكن يبقى فيه ممكن يبقى فيه متباينات يعني متبينة أو متباينات ففيه معادلة اسمها معادلة الميزانية اللي بتقول إن الأصول بيساول خصومه حق الملكي خلاص دي بتعبر عن إيه؟ عن حاجة اسمها الوضع المالي في المنظمة بتبين حاجة اسمها المركز المالي في المنظمة فبدل ما تعامل مع المركز المالي الفعلي في المنظمة لو كان فيه بمشكلة وحاول أجرب حل لهذه المشكلة أجربه على النظام الفعلي ويفشل الحل زي ما قلت لكم في نهاية المحاضرة هتبقى النتائج خطيرة فاحنا بنحاول نعمل نموذج بيكون مشابه للنظام الفعلي الحقيقي ولما يكون فيه مشكلة نحاول نجربها على هذا النموذج عشان نحل نحاول نجرب حل لهذه المشكلة بالتجربة على هذا النموذج ولما ينجح الحل بنحاول ننقله من النموذج إلى الإيه بقى النموذج لا يماثل النظام الفعلي ماديا ولكنه يشبهه في السلوك بتاعه فعندما ينجح الحل اللي طبقناه على النموذج في التعامل مع المشكلة بنحاول في هذه الحالة ان احنا نحاول ان احنا نطبق هذا الحل بقى على النظام الفعلي عشان نصل إلى حل ناجع وناجح لهذه ايه المشكلة الوحدة التالتة بقى بتخش في الاشكال القانونية لمنظمات الاعمال خلي بالكم العنوان كده عنوان ساعد بيقولك الجواب يبين من عنوان طبعا يعني ايه كلمة منظمة احنا عملنا نتكلم من الصبح انا قلت لكم ان احنا ساعدنا نستخدم كلمة شركة وكلمة هيئة وكلمة مؤسسة وكلمة منظمة وكلمة منشأة وكلمة مشروع انما انا قلت لكم الكلمات اللي هتبقى اكثر انتشارا كلمتين عشان ما نخشش في متاهة الفروق او الاختلافات بين هذه الصلاحات جميع هو في بينها اختلافات انما احنا هنستخدم اكتر كلمة المنظمة اكتر يعني او كلمة المنشأة طب احنا ما قلناش احنا ايه يعني ايه منظمة المنظمة لها تعريفات كثيرة جد انما اي منظمة لو بصحها الجامعة منظمة كلية التجارة منظمة التعليم المفتوح منظمة البنك المصر مثلا منظمة خلاص مستشفى الاسر العين المنظمة انا بدي امثلة كتير عشان تخدش بدماغك يعني طب يعني ايه بقى منظمة الحاجات اللي انا قلتها دي كلها دي انواع المنظمات او بعض انواع المنظمات او امثلة على المنظمات ماشي انما يعني ايه منظمة في واحد عالم اسمه شيستر بيرنرد قال ان اي منظمة هي عبارة عن قوة او كيان النادي الاهل منظم النادي الزمالك منظم كيان تألف من شخصين مكتوبة هنا شخصية لا من شخصين او اكثر يعني المنظمة دايما لما نقول عليها منظمة مش مشروع لان المشروع انا اعرف في حاجة اسمها مشروع فاردي يبقى شخص واحد انما لما نقول منظمة يبقى المنظمة على الاقل يبقى فيها اتنين شخصين ده الحد الادنى انما ممكن يكونوا اكتر بقى الى ما الى ما شاء الله مش كده ليه وكذا وهزي المنظمة بتمارس نشاطات تعاونية مقصودة هادفة يعني كده مش ايمة عشان اه اعتباط لا ده احنا بنقسس هذه المنظمة من اجل تحقيق من اجل ممارسة اعمال معينة الاعمال ديت اعمال مقصودة وهادفة وليست اعمال عشوائية وليست اعمال غير هادفة الاعمال ديت عشان ايه عشان نصل الاهداف يبقى المنظمة هي عبارة عن كيان هذا الكيان يتألف من شخصين على الاقل بيمارس اعمال محددة في سبيل تحقيق اهداف محددة ايضا طبعا المنظمات كتيرة انا ديت امثال من الصبح عمال اتكلم محضرة لقبل كده المنظمات فيه منظمات هادفة للربح بروفت ارجنيزيش ودي طبعا منظمة خاصة فيه منظمات غير هادفة للربح خلي بالكم لان فيه ناس بتغلط الكلام منظمات غير هادفة للربح اللي هي نان بروفت خلاص طيب المنظمات غالبا المنظمات الحكومية لا تهدف للربح تقول لي يا دكتور طبعا احنا لما بنروح نعمل مثلا بطاقة الرقم القومي او بنعمل مثلا بصبور بنتفق دي مش الغرض دي اسمها الرسوم عشان اداء الخدمة خلاص انما الجهة اللي بتاخد الرسوم دي ما بتتكسبش من وراه خلاص دي مهمة جدا دايما في بعض الناس عندهم فكرة ان المنظمات غير هادفة اللي هي المنظمات الخدمية غلط المنظمات الخدمية قد تهدف للربح وقد لا تهدف للربح بصوا معاي فيه عندنا مدرسة حكومية لا تهدف للربح فيه عندنا مدرسة خاص الاتنين بيقدموا خدمة التعليم ولكن دي بتهدف للربح عادي فيه عندنا مستشفى خاص فيه عندنا مستشفى حكومي وهكذا نخد بالنا بالكلام دي مقى المنظمات كتير جدا فيه منظمات صناعية منظمات زراعية منظمات تجارية منظمات عامة منظمات حكومية منظمات خاصة منظمات رسمية نعترب بيها فيه منظمات غير رسمية تنظمات غير رسمية الى اخيره الى اخيره كتير جدا المنظمات دي ايا كان طبيعتها وملكيتها ونوعيتها بتمارس مجموعة من الانشطة الانشطة بتاعة المنظمات دي كلها المدرسة الجامعة البنك خلاص شركة جوجل مثلا مايكروسوفت انا بدي امثلها داخلية وخارجية وعالمية الى اخره بتمارس نوعية من الوظائف يبقى اي منظمة لما اسألك بعد كده زي ما قلنا قبل كده المدير بيعمل ايها او الادارة تخطيط تنظيم في اسمها وظائف الادارة بعدش ينسى في بقى حاجتان اسمها وظائف المنظم طب المنظمة بتعمل اي بقى في عندنا نوعية من الوظائف اي منظمة ايا كان ملكيت ايا كان الطبعات في وظائف اساسية زي او بعض الناس بيسموها وظائف رئيسة زي الانتاج والتسويق والتمويل والموارد البشرين يبقى عندنا المنظمة اي منظمة بتنتج الجامعة بتنتج ايوة بتنتج خدمة بتسوى ايوة بتسوى لو ما فيش طلبة هياخدوا الخدمة دي انت ما فيش جامعة خلاص يعني ما نفهمش دايما ان الكلب التسويق للمنتاجات السلعية بس السلع بتسوق والخدمات بتسوق طب الجامعة فيها موارد بشرية نعم شكرا ليه وهكذا طب الجامعة محتاجة تمويل نعم يبقى اي منظمة سواء بتنتج سلع او بتنتج خدمات اعمالها ايه انتاج اي ما عشان تنتج سلع او خدمة وتسوقها تصرفها والانتاج ده والتسويق ده محتاج فلوس تمويل وكل الكلام ده محتاج لموارد بشرية دي بنسميها الوظائف الاساسية وفيه وظائف بنسميها الوظائف المعاونة او السانوية بس مش عاوز اكتفهم ان السانوية معناها ان اقل اهمية مش عاوز اكتفهمها كده زي المشتريات زي المخازن زي العلاقات العامة زي الشؤون القانونية الى اخيره الى اخيره طب ايه الفرق بها من ما انت قلت يا دكتور رئيسي وسانوي يفهم منها لا هنفهمها دلوقتي كويس او خلاص الوظائف السانوية ليست اقل اهمية من الوظائف الرئيسية لانها لو مش مهمة يبقى ما تعملاش اصلا ولكن ده كلمة سانوي واساسي بيرتبط بحاج بالمنظم الوظيفة الرئيسية بيبقى لها ادارة او في المنظمة يبقى عندي ادارة او قسم خاص به قسم الانتاج قسم التسويق قسم الاتشار الموارد البشرية ده فين في المنظمة الكبير طب ده فيما يتعلق بالوظائف البتاع خلاص اما لإيه بقى الوظائف السانوية الوظائف السانوية بتيجي بقى ممكن يبقى لها بردك وحدات تنظيمية خاصة بيها في المنظمة الكبيرة يعني ممكن بقى عندي قسم المشتريات قسم الشؤون القانوني قسم العلاقات العام او ادارة العلاقات العام الله زياء مهو مفيش فارق بس لما نيجي للمنظمات الصغيرة بتجي تفيع الوظائف الرئيسية لها ادارات المنظمات الصغيرة شوية لها ادارات طب الوظائف السانوية هل المنظمات الصغيرة ديت مفيش فيها مشتريات ومخازن فيه بس بنضمها للوظائف الرئيسية يعني مثلا ممكن نحط المشتريات والمخازن مع مثلا لو عندي قسم البيع مثلا يبقى الفارق الوحيد او من ضمن الفروق هنا اننا في المنظمات الصغيرة لا توجد إدارات أو أقسام خاصة بالوزائف الأعمال بتاعتها بتمارس بس من خلال وزائف أخرى أو من خلال إدارات أخرى أو أقسام أخرى وهكذا يبقى كأن في المنظمات الصغيرة بتدمج الوزائف السنوية مع الوزائف الرئيسية أو الرئيسة خلاص إنما في المنظمات الكبيرة الوزائف السنوية بتمارس بشكل مستقل زي الوزائف الرئيسة بالزبط طب سؤال مهم جدا ما العلاقة بين وزائف المنظمة ووزائف الإدارة بصوا كده عنها كده في جدول أهو قدام حضراتكم في جدول قدام حضراتكم الجدول ده زي ما أنتم شايفين كده في عمود بالطول مكتوب عليه ووزائف الإدارة أنتم عرفتوه مني تخطيط التنظيم التوجيه الرقاب وعلى هامش ووزائف المنظمة حطيتهم على بعض مش آير رئيسي وفرعي إنتاج تسويق تمويل موارد بشرية مثلا أمثلة مشترات علاقة عام شركة فيها الكلام ده كل طب إيه علامة صحي دي بقى بصوا لي معايا كده عشان نطلع منها بنتيجة الإنتاج كووزيف المنظمة في المنظمة هيبقى فيه مدير في المنظمة ممدير الإنتاج المنظمة عن الشركة مثلا طالما أنه مدير بيعمل إيه المدير ده بصوا لي بقى معايا كده المدير ده بيخطط الإنتاج هذا علامة صحي قدام التخطيط تخطيط تحت الإنتاج وبينظم شؤون الإنتاج وبيوجه العاملين في الإنتاج وبيرقب ما هو مدير طب اللي جنبيه مدير التسويق بيعمل إيه نفس الكلام بيخطط ما بيخططش الإنتاج بيخطط شؤون التسويق وينظم شؤون التسويق ويوجه العاملين في التسويق زي المندوب البيع والكلام ده كله ويرقب وهكذا يبقى كل وظيفة من الوظائف بتاعة المنظمة انتاج تسويق تمويل موارد بشرية مشتريات علاقات عامة كل وظيفة من الوظيفة دي بتمارس عليها وظيفة الادارة بمعنى ان وظيفة الانتاج كوظيفة من وظيفة المنظمة تحتاج الى مدير طالما ان هو مدير يبقى بيمارس عمله الاداري فيما يتعلق بالوظيفة وظيفة الانتاج او وظيفة التسويق او التمويل او المشتريات او الالاقات العامة او الموارد البشرية الاخر يبقى هناك تكامل بين وظيف الإدارة ووظيف المنظمة فوظيف الإدارة تمارس على وظيف المنظمة تاني وظيف الإدارة تخطيط التنظيم والتوجيه والرقابة تمارس بمعنى أن وظيفة الإنتاج تحتاج إلى تخطيط قبل المدير بتاع الإنتاج وإلى تنظيم وإلى توجيه وإلى رقابة طيب ما هي أهم الأشكال بقى من ناحية القانونية للمنظمات الأكثر شيوعا يعني عندنا ثلاث أنواع من المنظمات بسرعة كده عندنا حاجة اسمها المشروع الفردي إذا اعتبرنا منظمة في بعض الناس لا يعتبروه منظمة بالمفهوم اللي أنا قلته من شوية اللي أنا قلت في تعريف المنظمة أن هي على الأقل تتقوم من شخصين إنه من اسمه مشروع فردي معنى أنه هو بيعتمد على شخص واحد عشان كده بيحطوه لوحد وبعد كده عندنا حاجة اسمها شركات الأشخاص أشخبركم الكلام وعندنا حاجة اسمها شركات الأموال يبقى عندنا ثلاث أنواع من الأشكال القانونية المشروع الفردي هنقول دلوقتي شركات الاشخاص ودي فيها نوعين فيها حاجة اسمها شركات التضامن وحاجة اسمها شركات التوصية البسيطة وفيها حاجة اسمها شركات المساهمة الكلمة المعروفة سواء كانت مساهمة عامة او مساهمة خاص كل شكل من الاشكال التلاتة ديت ليه هيكل خاص وبناء داخلي مميز وليها وضع قانوني خاص وليها حجم اعمال بنسبه وليها مميزات وعيوب يبقى بتختلف هذي الاشكال التلاتة وتفريعتها من حيث البناء الداخلي لها من حيث المزايا والعيوب من حيث رقم الاعمال بتاعها وحجم الاعمال بتاعها من حيث الوضعية القانونية لها هنبدأ اول حاجة بالمشروع الفردي ده اعمل لها لذيذة جدا المشروع الفردي ده ابسط اشكال الملكية او ابسط الاشكال القانونية للمشروعها يمثله شخص واحد مشروع زي ما يكون مشروعك انتا كده عندك مشروع على قد حالك كده عادي جدا خلاص يملكه شخص واحد يبقى الشخص الواحد هو المدير بتاعه هو المسؤول عن تمويله هو اللي بيملكه بيموله يعني رسم سياساته واملاكه الخاصة اللي يخرج المشروع لهو على التزام بتضمنه قدام الناس التاني لو المشروع ده كان عليه دين ولا حاجة ها وانا عندي مشروع تاني او عندي فلوس تاني حطيتها بالبنك الفلوس التاني دي بتاعتي انا كمالك ليه بتضمنني قدام الناس اللي هما بتعامل معهم طبعا واضح ان المشروعات الصغيرة عموما بشكل عام امكاناتها محدودة سواء من ناحية المالية او من ناحية الادارية والنشار بتاعها قليل زي بحل بقالة مثلا او حاجة من هذا القبيل يعني اه صحيح بتختلف بمحلات البقالة انما يعني انا بديك مثال يعني طبعا لها مزايا وليها عيوب الميزة ان المشروع الفردي سهل في التأسيس وانا اللي بأسسه وقت ما قرر انا الوحيد محدش بيشاركني ولما حب انهيه سهل برضا انا اللي بقرر غير لما يكون معايا حد زي ما نشوف بعد شوية المالك هو اللي بياخد القرار محدش بيينزعه ليه سلطة كاملة على ادارة المشروع هو حر في التصرف في الاموال وفي الارباح وفيه خصوصية ويقدر يحافظ على اصرار العمل محدش بيشاركه انما عيبه ان المسئولية بتاعت المالك غير محدودة يعني هي الكلمة غير محدودة معناه انه لو عليه دين وبعنا بعنا المشروع عشان نسدد الدين الدينين حاجزوا على المشروع وبعناه كان عليم اليوم جنيه والمشروع ما جابش غير خمسمية الف طب الفلوسة التانية دي الدينين دولة ياخدوها منين ممكن يرجعوا لو عنده ارض مثلا لو عنده مبنى او اعقار يرجعوا على الممتلكات الاخرى للمالك عشان يتقادم مستحقتهم حقهم يعني فاذا المسئولية مش محدودة بالمشروع نفسه ده هي مسئولية غير محدود دي عيب القدرة الادرية للمالك ده واحد بس الواحده هتون تكون طبعا بلا شك محدودة اه صحيح فيه فلتات فيه ناس كويسة انما غير لما يكون اتنين ثلاثة كل واحد عده خبرته وعنده كذا الراجل المشروعات الصغيرة دي صعب انها تتمول لما تروح لبنك تقول له ديني تمويل اه بيدي بس بيدي صعوبة صعب توسيع النشاط لان امكاناته محدودة عمر المشروع المشروعات الفردية بيبقى صير مرتبط بحياة الراجل ده لو مات ومعندوش ولاد انتهى المشروعات وكمان ما يقدرش يكذب في كفاءات لانه هو عددهم محدود واحد او اتنين مثلا يعني مش كبه ليه وكذا طبعا لو المشروع الفردي ده فيه اكتر من شخص يعني لو يعني فيه ساعات بيبقى فيه مثلا اتنين هيخش بقى بحاجة تانية مش هنسميه مشروع سنسميه بالحالة دي شركة يعني خلاص الى اخر انه ممكن يبقى فيه اكتر من شخص يعني فيه مالك واحد وفيه ناس بتشتغل ما فيش مشكلة يعني فيه مالك واحد وفيه ممكن يبقى فيه معاه واحد بيعونه مثلا او اتنين بيعونوه هو بيقعد على على ال يعني على ال كشير مثلا وهم بيعونوه يجيبوا الطلبات للتزبين الى اخر خلاص فيه شركات بقى النوع التاني تلمناها شركات الاشخاص اشخاص معناها بتستمى كده لان اشتراك الاشتراك شخصين شخصة او اكثر في تكوين وادارة شركة يعني اتنين ملاك دي مهمة جدا انا قلت لك التانية بيبقى مالك واحد ممكن يبقى معاه معانين مش ملاك هنا فيه شخصين او اكتر من شخصين على الحد الان هتنبقى شركة شخصين بيشتركوا في تكوين وادارة شركة عشان نعملوا عمل تجاري بيعوا يشارع مثلا من خلال شكل قانوني معين هنشوف دلوقتي الاشكال دي طبعا نجاح الشركات دي تتوقف على صحة الشركات ببعضهم لازم الاتنين دول عشان يجوا البعض يكون هما واسقين من بعض والاخلاص مهم جدا وانهما يغلبوا المصلحة العامة على المصلحة الفردية ده اهم من اهم المعايير او الاشتراطات لنجاح مثل هذه الايه الشركات الشركات دي اتنوعين قلت لك فيه شركات اسمها شركات التضامن وشركات اسمها شركات التوصية البسيطة يعني لو رجعنا كده شركات التضامن وشركات التوصية الايه بقى البسيط شركات التضامن زي قلت لك شخصين على الاقل يشتركوا مع بعض في تأسيس الشركة خلاص بتمتاز بانها سهولة اجراءات التأسيس لانها مش شركة كبيرة بس طبعا معاق يعني هي سهلة بس اصعب شوية من المشروع الفردي في رأس المال هيكون فيه امكانية ان احنا نوفر رأس المال اكتر من المشروع الفردي المخاطر المالية بتكون محدودة لان الخطر هيتوزع على اكتر من شخص بالشخص واحد هو اللي اللي هيتحمل الخسائر مثلا في حالة القصارى القدرات الادارية هتتنوع عندي اتنين وابروا بشورة بينهم فيعني ايه هتبقى القدرات الادارية اكتر شوية العب بردك ان المسئولية غير محدودة زي بالضبط المشروع الفردي المشروع الفردي كانت مسئولية غير المحدودة كانت بتقع على عاطق المال كانت بتضع على عاطق الشركاء اللي اتنين لو فلوس الشركة الديون بتاعي اللي عليها الفلوس اللي في الشركة ما كفتش من الممكن اللي الدائنين انهم يرجعوا على الممتلكات الشخصية الخاصة بهؤلاء الشركاء حياة الشركة بردك مرهونة بإفلاس واحد منهم او رغبة واحد منهم في انفصال ساعات كده واحد يقولك انا همفصل يضيع الشركة يعني الشركة بتنتهي مثلا احيانا المشاكل بقى مشاكل شخصية بقى بين الطرفين دي بردك تعجل بحل الشركات ديت ممكن ساعات واحد يخطأ سواء بطريقة مقصودة يعني بشكل مقصودة وغير مقصود والخطأ ده ممكن يعني ايه يضيع اموال الشركة بالكامل شركات التوصية البسيطة بقى خليبك توصية بسيطة فيها نوعين من الشركاء النوع الاول متضمنون زي التانين بالزبط بس قولتهم غير محدودة والكلام ده كله ولازم يبقى بينهم ثقة والكلام ده كله ونوع التاني موصون يعني ايه موصون يعني هم بيشتركوا بس باموالهم يعني بخش معايا بمبلغ من المال ليس لهم حق الادارة ومسئلتهم مش غير محدود لا محدود يعني لو في خسائر الشركة حقية خسائر ما بيخسروش لو هم خسرهم بتتاخد فلوسهم بس من حق الدائنين يرجعوا على الاموال اه الخاصة او الخاصة بيه يعني هم مسئوليتهم محدودة بقدر ما يساهمون به من اموال ولا يتم الرجوع الى الاموال الخاصة لسداد التزامات الايباء اه الشركة اه اذا هذه الشركات اللي هي الشركات التوصية البسيطة خلي بالك كلمة البسيطة اقول ليه بعد شوية شركات التوصية لان في نوع تاني بس مش عليكم اسمه التوصية بالاسم شركات بتجمع قدر كبير من المال طبعا قدر كبير بالمقارنة بالمشروع الايه الفردي وبالمقارنة بشركات الايه الاشخاص اللي هي التضام يعني شركات التوصية البسيطة اموالها قدرتها لتجميع الاموال اكتر حتى من شركات التضام وفيها مستثمرين متنوعين ممكن يبقوا اكبار صغار ممكن واحد يخش مبلغ من المال واحد يخش مبلغ اكبر وفيها ناس مخاطرين وناس غير مخاطرين المخاطرين اللي هم المتنمين انما غير المخاطرين اللي هو بيقولك انا مسئولتي يعني محدودة بقدر ما اسام به من اموال بس لا يحق للدائنين ان هم يرجعهم على الاموال الخاصة بتاعتنا انا غير مخاطر الموسي غير مخاطر انه الاخراني من الشركات لشركات الاموال يبقى فيه اشخاص وفيه اموال سميت هكذا شركات اموال لقدرتها الهائلة على تجميع المال تجمع كم رئيب جدا بالمال طبعا ما تقارنش شركات المساهمة ايا كان نوحة زي ما نشوف بالشركات اللي قبل كده شركات الاموال منها عدة انواع اللي عليك منهم نوع اللي هي شركات المساهمة انا قلت من شوية فيه نوع تاني اسمه شركات التوصية بالاسوب مش عليك انما عليك المساهمة والمساهمة نوعين مساهمة عامة ومساهمة خاصة الشركات المساهمة دي انشأت في القرن التسعتاشر اللي ما بدأ من سنة 1800 زي ما قلت واتنشأت في بريطانيا بدايتها عشان ينشئوا السكك الحديد معروف ان السكك الحديدية البريطانية اول سكك حديد في العالم تم انشاء ما كانش يقدر واحد بس او مجموعة اشخاص يعملوا شركة ينشئوا بس السكك الحديدية ده عاودة شركات ضخمة جدا مش كلا ليه واكذا عاودة شركات ضخمة من حيث الاموال مشاريع ضخمة جدا اللي يستطيعوها الاشخاص العادية الحل ايه بقى قالوا ان احنا نعمل شركة ونعمل اسهم اه جات من هنا كلمة مساهم اه ممكن نعمل يعني الشركة مسلا محتاجة مسلا مليون جنيه مسلا يعني مش هيقدر الناس يجمعوا المليون جنيه نعمل اسهم زغيرة كده وكل واحد يشتري اللي يقدر عليه يبقى فيها ممكن يبقى فيها عدد كبير جدا من المساهمين وممكن تبقى ملكية كل واحد السهم هنا معناها حسطه في رأس المال ممكن تبقى صغيرة ممكن تبقى هو عاوز يقبر يشتريه اكبر كمية من الاسهم مفيش مشكلة فقالوا ان الحل نعمل شركة ونطرح الاسهم فين في البورصة في بريطانيا يعني لعدد كبير من المستثمرين بياخد ورقة بيسميها السق او الورقة المالية وبيديني مقابلها اللي هو السهم يعني الورقة دي بنسميها ساعة السهم طب وبعد كده بيبقى ليه في الشركة دي ليه نصيبه هو ليه في الشركة دي حكتين قيمة السهم يعني هو دين الشركة دي او يعني هو يعني صاحب جزء من رأس المال الشرك اللي هو قيمة السهم ده او الاسهم اللي هو اشتراه وبياخد عليها ارباح توزعات ارباح وساعة بيبقى له يعني حق اتخاذ القرار في التصويت على قرارات معينة بس ما بيكونش ليه او معظم ليه الحق انه هو يدير الاعمال اليومي للشركة الا اذا كان يعني الا اذا كان يعني هو مالوش يعني يعني مالوش حق انه هو يدير اعمال الشركة اه هو ساعد بيبقى له الحق اللي هو يعمل فوتنج يعني تصويت على امور معينة اللي هي متعلقة بالتأثير على استثمارات دون الاشتراك في ادارة الاعمال اليومية للشركة في مصر في قانون اسم 59 لسنة 81 ده القانون ده نص على تقسيم رأس المال للشركات المساهمة الخاصة الى اسهم متساوية القيمة يعني الاسهم كل يسام مثلا 8 و 5 جنيه كل الاسهم 5 جنيه واحد ما عندهش غير قدرة يشتري ساهم واحد يشتري واحد اتنين يبقى ياخد ساهمين بعشرة جنيه واكذا بس رأس قيمة الساهم متساوية تتراوح قيمة الاسهم ما بين 5 جنيه و 1000 جنيه ده في مصر يكون لهذه الشركة الشركات بقى المساهمة ديت فيها انواع هنعرفها بعد كده من رؤوس الاموال فيه حاجة اسمها رأس المال المرخص به حتى بنقراها في الجرايد وفيه رأس مال بنسمي المصدر يعني يقولك الشركة ديت مرخص لها تصدر اسهم مثلا ب 5 مليون جنيه اللي بعيته من 5 مليون جنيه اللي الناس اكتتمت فيه اللي هو المصدر 4 مليون جنيه بس الناس ما دبهايتش قيمة الـ 4 مليون كله تبعي 3 مليون جنيه يبادى بنسمي المدفوع هتاخدوه بعد كده تفصيلا ما فيش داعي نشغل دماغه بيه جويل يجوز لهذه الشركات اللي هي الشركات المساهمة اصدار سندات اسمية لهذه الشركات مجلس ادارة منتخب لمدة 3 سنين حسب القانون ليس له مطلق الحرية في شؤون الشركة الملكية مشانا قلت لكم الحكومات بتتدخل ليس للمساهمين اللي هم اصحاب رأس المال اصحاب الاسهم حق الاطلاع على دفاتر الشركة الا من خلال مراقب حسابات يعني هم بعينهم مراقب حسابات بيتولى اللي هو اطلاع على دفاتر الشركة اللي هي القوائم المالية بتاعتها الميزانيات وحسابات المختلفة خلاص والراجل ده في النهاية بقى بيعمل المساهمين ده الكلهم بيعملوا حاجة اسمها الجامعية لأمم المساهمين بيعرض المراقب ده نتيجة اعماله في الاجتماع اللي بيتم للجامعية العممية عشان الناس تعرف في لسهم يا ترى ها وضعيتها ايه هل يعني في وضع آمن ولا في مشكلة هل الشركة بروميسينج بتكسب او هتكسب ولا لا هل الشركة عندها مشاكل ولا لا الى اخر في مصر ايضا قانون تانس بالقانون 67 لسنة 83 ده بيتكلم على شركات المساهمة العامة طب ايه يعني شركة المساهمة العامة من شركات المساهمة الخاصة بيمتلكها اشخاص من القطاع الخاص خلاص اما المساهمة العامة اللي هي عبارة عن وحدات اقتصادية بتنفس خط التنمية في الدولة في مختلف الانشطة شركة المساهمة العامة دي بيمتلكها شخص عام هتعرفه في القانون ان شاء الله ما تتدسوا قانون ان احنا انا وانتم كده القانون بيسمينا اشخاص طبيعيين الشركات والمؤسسات القانون برضا بيعتبرهم اشخاص بس بيسموه اشخاص اعتباريون او معنويون لذا فيه شخص طبيعي اللي هو البناء دمين وفيه شخص اعتباري اللي هي المنظمات المختلفة الشركة المساهمة العامة بيمتلكها شخص عام يا اما بمفرده مثلا نفترض يعني مثلا كده بنك عام من بنوك الدول خلاص بيعمل شركة مساهمة خلاص هو يمتلكها مملوكة للبنك الاهل المصر مثلا عزيز الشركة او مساهمة مع الاشخاص او هو او ممكن يكون ايه بنكين مع بعض بنك مصر والبنك الاهل اللي اتنين مع بعض كده هم بنوك عامة اسسوا شركة معينة مملوكة للاتنين دون خلاص او كل شركة يساهم فيها شخص عام بنسبة 51% او ممكن نعمل شرك تسمى شركة مساهمة عامة برضا فيها البنك الاهلي بيساهم ب51% من رأس المال فاضل 49% ممكن يخش بهم واحد من القطاع الخاص مفيش مشكلة طالما ان الغالبية للشخص العام في الملكية يطلق عليها شركة عامة يقصم برضك رأس المال بتاعها الاسهم قيمة الاسهم في شركة المساهمة العامة ما بين خمسة حسب القانون اللي انا قلته اللي هو القانون 67 ل83 ما بين خمسة وما بين 100 جنيه لها مجلس ادارة بقى هنا اللي بعينه مجلس الوزراء نصف اعضاءه متفرغين والنصف الاخر منتخبين من العاملين بالشركة يعني بننتخب العاملين في الشركة بينتخبوا نصف مجلس الادارة والنصف التاني بيعين من ناس متفرغين والقرار بيصدر اصلا من مجلس الايه من رئيس مجلس الوزراء الشركات المساهمة بقى اولا بتمتاز بالقاتل المسئولية المحدودة للمساهمين انا ليه ساهم لو خسرت حتى اخسر قيمة الساهم بس القدرة على تجميع كم هائل من الاموال عن طريق الكتتاب توظيف كفاءات كبيرة جدا بشرية ان كانت تحويل الاسهم الى اصول نقدية يعني ممكن انا الساهم بتاعي اجريح البورصة لو انا هتكتب لوس ابيع واحد تاني اشتري مفيش مشكلة كبر حجم بتاعها يخليها تقدر تساعد يعني تقدر تتعامل مع الظروف البيئية المتغيرة بشكل افضل برضك لها عيوب العيب الاولاني ان اجراء تأسيسها مثل المشروع الفردي وشركات الاشخاص صعبة التكاليف بتاع التأسيس صعبة وعالية يعني تأخضع لقواعات تنظيمية دقيقة من قبل الدولة تدخل الحكومي كبير جدا لان فيها كم هائل من الاموال لو ضعت بتسبب خصائر فداحة للاقتصاد الوطني سواء كان الشركة وسامة عامة او خاصة الافصال عن المعلومات القانون بيقول للمشركات لازم تبقى زي الكتاب المفتوح تفصح عن معلومات ده بيخليها كتاب مفتوح قدام المنفسين يعني لا ممكن المنفسين لما يطلعوا عليها يعني يحاولوا يصدروا لها مشاكل عشان يتفوقوا عليه الحاجة التانية ان سوء تصرفات الادارة احيانا او نقص الكفاءة بتاعت الادارة ممكن يتسبب يؤثر سلبا على هذه الايه الشركات ده دي كده الوحدة الثالثة خلصت هاخش بقى فأول وظيفة من وظيفة الادارة احنا قلنا قبل كده بشكل تفصيل يعني ان وظيفة الادارة يكاد يكون فيه يكاد يكون عليها اتفاق اربع تخطيط تنظيم توجيه رقب هابدأ انا بديه وبعد كده هيجي الزميل الفاضل الدكتور عبد حميد ان شاء الله عبدالله ابو ناعم هيكمل البعض التخطيط مش معنى ان انا اقول تخطيط تنظيم توجيه رقابة ان التخطيط هو الاهم دي بعض الناس عندهم المقل ده مش معنى اقول تخطيط تنظيم توجيه رقابة بالترتيب ده ان التخطيط بيؤدى اولا ثم التنظيم انا قلت قبل كده ان الوظيفة الادارية بتؤدى بشكل ايه بشكل دائري يعني ممكن المدير مش هنقول ان المدير بيخطط وبعد شوية بينظم وبعد شوية بيوجه احنا بنقولها كده عشان لغرد ان احنا بندرس لغرد تدريسي انما ممكن المدير يمارس كل الوظيفة دي هتفقان واحد يعني بيكون بيخطط وفي نفس الوقت وبينظم وبيوجه ويراقب الى اخير تعرفين ان الاعمال ممكن اعمال ممكن بعض الاعمال يؤدى على التوالي بعضها يؤدى على التوازي مش كده وليه وهكذا يعني فالتخطيط البعض بيشوفه انه هو نقطة البداية المنطقية عشان كده معظمهم بيبدأ بالتخطيط البعض بيراه نقطة البداية المنطقية لكافة وظائف الادارة يعني في بعض الناس عدى اعتقاد ان المدير يخطط اوله وبعد كده ييجي يعني هم ماشيين بمنطق الوظائف اللي هي السيكوينشل المتتبع هم شايفين ان التخطيط بيصبق كل الوظائف يعني انا لسه اقول لك من شوية ان قد تؤدى الوظائف او غالبا ما تؤدى الوظائف الادارية بشكل ايه دائري لا تستطيع ان تحدد بداياته من نهايته مع بعضه مش كده ليه وهكذا التخطيط ليس ليس وظيفة الادارة العليا بس يعني او حد يفتكر ان التخطيط انا قلت اه ان التخطيط بيكون اكتر والتنظيم عند الادارة العليا انما كل المستويات الادارية بتخطط وبتنظم توجه وبترق مش كده ليه انما لما بنتجي لاعلى بيكون الفوكسينج اكتر على التخطيط والتنظيم لما بنزل لتحت بيكون التركيز اكتر على التوجيه والرقابة انا قلت كده التخطيط مش وظيفة الادارة العليا انما هو وظيفة كل مدير فاي مستوى من مستوى الادارة التخطيط ما هوش فكر اداري حديث لا التخطيط موجود من زمان الناس بتخطط من زمان مش كده ليه ليس يعني اه ما حدش يقول التخطيط مثلا بدأ مع المدرسة الكليسيكية واستمر مع المدرسة الحديث لا التخطيط موجود من زمان منذ الازل مع بداية الادارة الادارة بدأت منذ الازل انا قلت كده منذ ادى محوة منذ بداية الحياة مش كده ليه اللي بصينا عندنا في مصر الاهرامات اللي موجودة دي اللي بقالها من اربعة خمس سلاف سنة اكتر او اقال العمل ده العالم كله العالم المتقدم او الناس من العالم بينباري وامامه هل يا ترى كان ممكن عمل زي كده يتم من غير ادارة او من غير تخطيط مش ممكن التخطيط ده موجود من زمان من زمان مدرسة الادارة العلمية مش كده اللي ايه او المدرسة الكلاسيكية والمدرسة اللي بعد كده دي كلها جات بعد الصور الصناعي زي ما قلت قبل كده وقلت قبل كده ممارسة الادارة موجود من زمان موارسة الإدارة بوظيفها إنما العلم كان متأخر في الظهور أهمية التخطيط بتزداد عام بعد آخر ليه؟ لأن المنظمات اللي هيعاشين فيها منظمات ديناميكية بتعيش في بيئة ديناميك حركية المتغيرات اللي حواليها مسابتة لا دع تغيرات الرتم بتاعها والإيقاع بتاعها سريع جدا بتحصل حاجات مفاجأة لنستطيع إننا ننبق بيها فلازم يبقى عندي تخطيط طيب إيه المقصود بالتخطيط التخطيط يعني كمفهوم معناه أنا قلت في فرق من المفهوم والتعريف التخطيط المقصود إنه التعريف يعني كمفهوم يختلف في ذهن الناس فيه واحد اسمه جوتز بيقول التخطيط اختيار بديل من عدة بداية تعريفه كده فيه ناس بتنتقد هذا التعريف يعني أنا لما يكون فيه موقف وقدامي أكثر من خيار التخطيط إن أنا أختار أحد البدائل دي وطبقه بس التطبيق يكون في المستقبل واحد تاني اللي هو فايل اللي هو زميل تيلور بيقول التخطيط هو التنبؤ أخذ بالك كلمة التخطيط دايما التخطيط وظيفة إدارية صحيح بس دايما بتتعامل مع المستقبل هنا عندنا في الزمن ثلاث حاجات ماضي وحاضر ومستقبل التخطيط بيتعامل مع المستقبل سواء المستقبل القريب الأول أجل القصير أو المتوسط أو البعيد المدى البعيد مش معنى ذلك إن التخطيط بتجاهل الماضي والحاضر لا ممكن أخذ من دروس الماضي والحاضر عبر للمستقبل فايل بيقول إن التخطيط هو تنبؤ بما سيكون على المستقبل ونستعد بس فيه حاجات ربنا بيقول لك استوب لا تستطيع أن تتنبأ به إنما هو بيقول لك نكتهد لو أنا تنبأت إنه يبقى عندي أزمة مالية من دلوقتي بحاول أفكر نزح الله ما استناش لما الأزمة المالية تحصل وابدأ عليك يعني هو ده بيسمون المدخل الاستباقي في التعامل مع المواقع في واحد اسمه هيمان وهيلجرت بيقول لك تخطيط هو تحديد الأهداف والسياسات والإجراءات يعني أنا نحط شوية بوليسيز سياسات بروسيجرز إجراءات خلاص ونحط الأوجيكتب يعني اللي هي تحديد الأعمال والسياسات والإجراءات لتحقيق الأهداف فيه غلط هنا تحديد الأعمال والسياسات والإجراءات اللي يزام لتحقيق الأهداف المؤلم بتاع الكتاب بيقول لك بقى دي حتة زريبة جدا بوس يا سيد إحنا بردك عاوزين نعرف إنه فيه فرق من التخطيط والخط بعض الناس ممكن يقول لك الدكتوري إزاي تخطيط وخطة طبعا يعني الفول من الطعمية والطعمية يقول لا فيه حاجة اسمها تخطيط وحاجة اسمها خط لو بتفكروا في الفصل الأولاني قلتلكم فيه حاجة اسمها النظام فيه حاجة اسمها المدخلات وحاجة اسمها العمليات وحاجة اسمها المخرجات فيه عندنا حاجة اسمها إنتاج ومنتج أنا بحط القط خلاص بمارس الأعمال الإنتاجية بقى الصباغة والحلج والغزل والكلام دي اسمها الإنتاج بيتمخد عنه بينتج عنه منتج يبقى الانتاج بيترتب عليه منتج برودكشن بيؤدي البرودكت البرودكشن اللي هو المرحلة الوسيطة في النظام والمنتج اللي هو المخرجات طيب لو عملنا الكلام ده على التخطيط الناس قاعدة تخطط يقولك دول قاعدين يعملوا ايه الناس دي قاعدين يعملوا ايه بيخططوا نتيجة التخطيط بتاعهم خطة يبقى الخطة هي ناتج التخطيط الخطة هي المخرجات في نظام التخطيط والتخطيط هو البروسيس العملية اللي في النص فدايما لو احنا بنتكلم على التخطيط بنحاول نجاوب على اربع اسئلة الحقيقة مش اربعة بس احنا بنبسط لك المساء اول حاجة لما نقول ان احنا بنخطط يبقى لازم نعقب لو انا اديت لك خطة قلت لك قولي لو سمحت دي خطة ولا لا بعد ما درست بقى الكلام ده لازم تجد في الخطة دي اجابة على اربع اسئلة ماذا تريد المنظمة تحقيقه في المستقبل يبقى الهدف لو لقيت الكلام المكتوب ده فيه هدف او اهداف ماشي وبعدين ازاي هنصل للهدف الكلام ده كله على المستقبل يبقى الوسائل استراتيجيات التكتيكات المختلف ثم هنعمل الكلام ده امتى في المستقبل بكرة بعد بكرة بعد بعده يعني في الاجل القصير الاجل المتوسط طويل وبعدين هننفذ الكلام ده فيه المكان يعني معناها ايه الكلام اللي انا بقوله ده يعني بنقول اي خطة لازم تتضمن الاجابة ها على الاسئلة دي ايه الشيء اللي عاوزين نوصله في المستقبل ازاي نوصله ايه البداية اللي هتوصلني ليه امتى هنوصله خلاص والمكان اللي هنوصله في ايه الحقيقة انا قلتلك انهما مش اربع التخطيط او الخطة بيجاوب على كل علامات الاستفاهم في اللعب ما او ماذا كيف واين ومتى ولماذا لو حطنا كل علامات الاستفاهم ها يبقى المخططين بيحاولهم ها يجاوبوا على كل الاسئلة اللي بتبدأ بعلامة من هذه العلامات اشهر العلامات ديات الاربع ديات كيف يمكن ما ايه ما او ماذا ماذا تريد المنظمة ادي ماذا الووط كيف ها الاستراتيجيات اللي هتوصلني متى وين اهو مش كبير ليه اين هوير مش كبير ليه بعد كده فيه كمان هواي مش كبير ليه وكذا دائما كل حاجة بيقول ليه احنا حددنا الزمن ده او حددنا المكان ده او اختبنا البديل ده الى اخر طيب ايه الخطوات المنطقية على التمر بيها وظيفة التخطيط الكتاب عندكم بيقول ان الخطوات الناس بقلي بيخططهم عشان نعمل تخطيط بنمر بستيبس او ستيجس مراحل اول حاجة من الاسئلة اللي قلناها ان احنا بيعدين اهداف سواء كانت اهداف اساسية او اهداف فرعي وبعدين لازم نمر اتنين نحدد الوسائل اللي تفضلنا للأهداف اهو بنجاوب على سؤال التالت وبنختار البديل للامسل والبديل ده منطبق طبعا الكلام ده مش كامل فيه بعد كده المكان والزمان زي ما قلنا قبل كده طيب بنقول يا طرع ايه فايدة التخطيط فيه ناس بتقولك ان التخطيط ده مرتبط بالمستقبل والمستقبل ده غيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى نعم عشان كده فيه بعد الناس يقولك ما فيش داعي للتخطيط لا مع ان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فيه ايات كسيرة جدا كنا بنتكلم فيها ايات كسيرة جدا المولى سبحانه وتعالى بيتكلم على التخطيط عندنا قصة او عندنا صورة سيدنا يوسف دي كلها كلام عن التخطيط مش كده ليه وهكذا اه اه فيه فاللي انا عاوز اقوله الناس بقال بما بيقولهم ان طلب التخطيط ده مرتبط بالمستقبل والمستقبل ده غيب لا يمكن التوقعه فما فيش داعي للتخطيط نقول لهم لا تخطيط مع اختلافات وكمان هم بيقولهم ان مهما تخطط ومهما يكون عندك كفاءة في التخطيط واجهزة في التخطيط الشيء الفعلي هيختلف عن الشيء المخطط نقول له تخطيط مع انحرافات بسيطة مع اختلافات بسيطة افضل من لا تخطيط مع انحرافات كبيرة جدا ولذلك التخطيط هو مدخل لإدارة المستقبل الناس اللي بتخطط لماعناها انها بتدير مش الحاضر ولا الماضي بتستفيد من الماضي والحاضر ولا اجنة بتتعامل مع المستقبل الذي لم يأتي بعد هو مدخل لإدارة المستقبل هو عملية حتمية لأي منظم خلاص خلاص ونحاول نتجنب تهديدات هتحصل للمستقبل نتيجة التخطيط الخطة بتنصك بيحصل تنصيق في كل اجزاء المنظمة الخطة بتنصك كل اجزاء المنظمة يعني لو احنا بدأت ادارة من ادارة المنظمة تنحرف ف كلنا نبص على الخطة الخطة بتوحدنا خلاص الحاجة التانية من خلال التخطيط بحدد المدخلات البشرية وغير البشرية اللازمة لتحقيق الاهداف المستقبلية التخطيط بيجبر المديرين على التفكير العلمي والتحليل المنطقي مثلا عند المفضلة بين البدائل احنا قلنا التخطيط هو اساس ممارسة باقي الوظائم يعني فيه ناس يقول لك التخطيط والرقابة وجهان العملة واحد شوف التخطيط بعض الناس بيتكلف فيها على انها الاول وبعدها التنظيم توجيه والاخر رقابة لا الاتنين يعني التخطيط هو اساس الرقاب انا براقي بالخط انا حطت خطة فيها هدف معين طب يا ترى انجزنا قديم الاهداف ديات يبقى الخطة الرقابة بتكون على الخط على الهدف اللي هو جزء من التخطيط يعني والتخطيط والرقابة ممكن تبقى ايه تبقى هي يعني شوف بنقول اهو التخطيط يعني الرقابة بنحاول تكشف عيوب التخطيط خلاص والرقابة قد تكون مدخل لاعادة التخطيط يعني ممكن نكتشف عيوب يبقى لما نيجي نخطط للمرحلة اللي بعد كده نحاول نتلاشى العيوب اللي كانت موجودة والاكتشافتها الرقابة عشان كده التخطيط هو رقابة بعض الناس كل الوظائف الادارية هو وظائف متكام بعض الناس يقول لك التخطيط هو رقابة وجهاني اللي هو عملة ايه لا غنى للتخطيط عن الرقابة ولا غنى التخطيط هو اساس الرقابة والرقابة هي اساس التخطيط او اساس اعادة الايه التخطيط طيب ايه العوامل اللي بتأثر في التخطيط في مجموعة من العوامل بتأثر في الايه في التخطيط مهارة الادارة والتجاه اطار الادارة بتبني قراتها على العلم ام على التخمين بيفرق في التخطيط مش كده ليه اطار الادارة بتبني قراتها على المعلومات كمية ام لا عشان كده لو بتبني قاراتها على معلومات كمية بقى الخطة لازم تكون فيها جوانب كمية رقمية مش كده ليه وهكذا الحاجة التانية الموارد والوقت المتاح لإعداد وتنفيذ ومراجعة الخطة الموارد والوقت المتاح مش كده ليه الموارد الموجودة والأشخاص والإمكانيات ده كله لو الموارد مش موجودة يبقى الخطة تعبانة مش كده ليه وهكذا المشكلات اللي توجد المنظمة هل هي مشكلات بسيطة ولا صعبة ده بيفر في التخطيط من حيث سهولة التخطيط وصعوبة التخطيط الاخره الظروف البيئية والانسانية اللي موجودة اه في او اللي تعمل من خلالها المنظمة ده بيأثر على التخطيط اه استخدامات الخطة يا ترى الخطة اللي احنا هتنتج عن التخطيط دي هتستخدم فيه بالزبط هل كوسيلة رقبية على اداء الاشخاص وبالتالي ينظر للتخطيط في حالة دي على انه شيء سلبي ولا اداء لحل المشكلات يبقى ينظر هنا على انه شيء ايجابي اذا هناك عوامل بتؤثر في التخطيط بيسموها سعات محددات التخطيط عوامل مرتبطة بمهارة الادارة والتجاهها عوامل مرتبطة بالموارد والوقت المتاح عوامل مرتبطة بالمشكلات تواجهها المنظمة الظروف اللي بتعمل من خلال المنظمة سواء ظروف باية او انسانية استخدامات الايه الخطط طبعا الوقت المستغرق في التخطيط الوقت المستغرق في التخطيط اه بيختلف بين المستوىات الادارية كل ما تجانا الاعلى احنا قلنا المستوىات الادارية الاعلى بتخطط والادنى بتخطط كل ما تجانا الاعلى الوقت اللي بتاخد المستوىات الادارية الاعلى في التخطيط بيكون اطول كل ما تجانا الادارة الوسطى بيكون الوقت اقل احنا فوق بنتكلم على اهداف كبيرة على حاجة اسمها الرؤية وحاجة اسمها الرسالة على حاجة اسمها الاستراتيجيات انما كل ما تجانا الاسفل بيقل الوقت ليه لأن احنا بنترجم الاهداف الرئيسية الكبيرة ديت إلى خطة تنفيذية كل ما اتجهنا للإدارة بقى الأدنى للإدارة المباشرة بيبقى التخطيط وقته بيبقى أوليل جدا جدا ليه لأن احنا بنترجم الخطة التنفيذية بتاعة الإدارة الوسطى إلى جداول تفصيلية إلى جداول عمل تفصيلية وخطة تفصيلية إلى آخره بيكون الوقت بتاعها أوليل آخر حاجة مؤشرات الحكم على فعالية التخطيط عشان أقول أن التخطيط اللي احنا عملنا ده كان فعال يعني جاب نتيجة ولا مجابش نتيجة في مؤشرات أولا لازم يبقى فيه تناغم وتكامل عند ممارسة التخطيط بواسطة كافة المسارات يبقى فيه انسجام بين الإدارة العليا والوسطى في عملية التخطيط انسجام يعني تناغم تكامل الخطة لازم تكون مبنية على معلومات دقيقة لو المعلومات سواء كانت كمية أو غير كمية ميش دقيقة مبنية على غلط فهو غلط أيضا لازم الخطة عشان تبقى فعالة تحقق الأهداف المطلوبة منه ولازم يبقى فيه الخطة الوسائل اللي احنا حتطناها عشان نوصل للأهداف تكون وسائل ملأمة لازم يبقى فيه تنسيق بين الأنواع المختلفة من الخطط سواء الرئيسية أو الفرعية لازم الخطة تكون شاملة لكل المنظمة بنبص المنظمة على أنها كيان واحد الخطط لازم تكون فيها مرونة لو حصل مستجدات ما كانش متنبأ بيها يبقى فيه قدر من وذلك بنعمل كذا سيناريو أو كذا خطة بديلة بيبقى في ساعة بلان ايه وبلان بيه إلى آخره لازم التخطيط يكون موضوعي ودقيق مش كبه ليه لو الظروف ما تغيرتش يبقى لازم الالتزام بالخط الخطة كل ما كانت بسيطة كل ما كانت واضحة كل ما كانت ده مؤشر على فعاليتها كل ما اشتركت العمليات الإدرياء المستوى الإدرياء تلاتة في التخطيط ده برضك مؤشر على الفعالية وهناك فيه حاجة اسمها هرمية التخطيط يعني زي المثلث الإداري الهرم الإداري اللي على هيك المثلث التخطيط برضك فيه تخطيط على المستوى الأعلى والأدنى والأوسط لازم يكون بينهم تكامل ولازم يبقى فيه دايما مراجعة للخطة عشان لو فيه أي انحرفات عن الموضوع نعمل تعدل فيه بعد كده آخر حاجة فيه التخطيط نوعين فيه تخطيط استراتيجي وفيه تخطيط اسمه التخطيط الأداء أو التخطيط التشغيلي التخطيط الاستراتيجي اللي هو التخطيط اللي هو بعيد المدى بيكون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ده من سمية تخطيط الاستراتيجي واللي بتقوم بالإدارة العليا تحط البرامج للمنظمة ككل خلاص والتخطيط التكتيكي ده بيكون على مستوى بيسموه التكتيكي أو تخطيط الأداء بيكون على المستوى الأدنى شكرا لأيه وهاكذا عشان نحط خطة استراتيجية بنمر بمجموعة من المراحل أو هناك مجموعة مرتكزات لازم يبقى عندي قاعدة بيانات عن الأداء الماضي والحالي بنحلل الأداء الموقف بتاع المنظمة داخليا وخارجيا بنحط أهداف كبيرة بنسمي لها أهداف العامة وفيه أهداف وسيطة وفيه أهداف زغيرة عندنا كلمة Objective وكلمة Target وكلمة Goal إلى آخره وبعد كده بنحط الاستراتيجيات اللي توصلني للهدف تخطيط الأداء بيسميه تخطيط زي ما قلتلكوا تشغيلة أو تخطيطي زي تخطيط التسويق لإنتاج ده معناه تخطيط خطة تكتكية أو تشغيلية بننفذ من خلالها الخطة الايه الاستراتيجية أبعاد الخطة التكتكية تختلف الأبعاد بتاعتها في ضوء الخطة الاستراتيجية يعني أبعاد خطة التسويق كتخطيط أداء أو تخطيط تكتيكي تختلف عن خطة الإنتاج تختلف عن خطة الموارد البشرية خطة الإنتاج وخطة التسويق خطة الموارد البشرية تعتبر كلها خطة تكتيكية بتبقى من خلالها بنحاول ننفذ الخطة الايه الاستراتيجية كده أنا خلصت لكم الأربع واحدات الأولى بقدر الإمكان وبالمناسبة أنا عامل تسجيل للمادة بالكامل من حوالي سنتين حضراتكم ممكن تخشوا على اليوتيوب برضك كنت أنا بدرسها الوحدي فالتمن فصول متسجلين بالكامل هيبقى عندك مصدرين للتعلم المصدر اللي أنا عملته دلوقتي هو اللي أنا عملته خلال المحاضرات التلاتة اللي أنا قلتهم حديثا وعندك كمان لو كتبت اسمي هتلاقي عندك الحاجة تسمع حين وتسمع حين هتجد الطريق مماهد بإذن الله للنجاح أتمنى لكم جميعا بإذن الله التوفيق والنجاح وإن شاء الله هيكمل معاكم الأستاذ الدكتور عبد حميدة مناعم الجزء المتبقي من المادة سلام عليكم